ليس كل رواية موجودة في كتبنا حتى لو كانت رواية معتبرة تعبر عن مذهب أهل البيت ما هو الذي يعبر عن مذهب أهل البيت؟ الذي يعبر عن مذهب أهل البيت هو أقوال العلماء على الأقل المشهور بين كبار علمائنا فهذا الذي يمكن أن تقول أنه هذا هو رأي مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام الوهابية للأسف يدلسون علينا بأنهم يأتون بروايات من كتبنا ويقولون انظر الشيعة ماذا يقولون الشيعة يصبون الصحابة الشيعة يأمرون بلعن الخلافاء يعني هذا ليس من الإنصاف أن تقول أن هذه الرواية موجودة في كتب الشيعة فهذه الرواية هي تمثل رأي الشيعة شكرا لأنه أيضا في كتبنا أهل البيت عليه الصلاة والسلام أمرون أن نقول للناس الحسنة قولوا للناس حسنة كما أمرنا القرآن الكريم وأهل البيت قالوا لنا صلوا خلفكم يا أهل السنة والجماعة كلوا من ذبائحهم عوضوا مرضاهم كيف يعني أنا بروح بصلي بالمجد وأيضا بلعن رموزهم يعني هذه الروايات حينئذ تتعارض مع هذه الروايات شكرا وبالتالي لا نأخذ بها لأنه من غير الممكن أن يقول لنا الإمام الصادق صلوا خلفهم ولعنوا أيضا رموزهم في مسألة سب الصحابة طيب هل نجد نحن مرجعا شيعيا يقول بجواز سب الصحابة هذه لا يمكن أن تصدر حتى من طويل بعلم فضلا عن مرجع لأن الصحابة الصابقون الأولون الكثير منهم شهداء الكثير منهم ضحوا بكل ما لديه من أجل الإسلام عندنا خمسة وأربعين بدريا نستشهد مع الإمام علي في معركة صفين كيف أنا أسبهم دعم هناك ما نعبر عنه تهويل وتضليل تضليل للرأي العام السنة بأن الشيعة يصبون الصحابة الآن المراجع الحاليون مثلا سماحة الإمام الخامني سماحة السيد السستاني سماحة الشيخ الوحيد سماحة الشيخ ناصر المكارم شيرازي وغيرها هؤلاء أفتوا فتوى صريحة وواضحة بحرمة النيل من رموز إخواننا أهل السنة والجماعة والسيد السستاني قال السنة أنفسنا والإمام الخامني أيضا أفتوا فتوى واضحة أيضا كالسيد السستاني بحرمة سب رموز السنة النيل ليس فقط السب يعني أن تلعنهم لا يجوز لأن هذا معنى النيل فإذن هذا هو رأي مذهب أهل البيت وعلماء عبر التاريخ لم يسمحوا بسب رموز أهل السنة والجماعة والفتاوى لما راجعنا الحاليين واضحة نعم تقول لي فلان جالس في لندن مثلا يسب رموز أهل السنة طيب هذا شخص لا يمثل إلا نفسه هذا لا يمثل مذهب أهل البيت والعلماء أفتوا بأنه هذا العمل محرم شرعا وقالوا بأنه من يفعل ذلك يخالف منهج أهل البيت وفيه فتنة أنت الآن في العراق قبل سنتين ونصف عندما دخلت مجموعة من أدباع هذا الشخص الذي هو جالس في لندن دخلوا إلى منطقة الأعظمية ونالوا من رموز أهل السنة مباشرة سمحت السيد السستيني قال هذا خلاف منهج أهل البيت عليه الصلاة والسلام لهذا السبب هؤلاء الذين الآن هم من لندن ينالون من رموز أخوان أهل السنة والجماعة هؤلاء الآن هم أعداء المرجعية هؤلاء يعني يتكلمون على المرجعية ولديهم مشروع لإسقاط المرجعية وكم أهانوا المرجعيات وبل كفروا بعض المرجعيات لماذا؟ لأنهم يخالفون هؤلاء في هذه القضية ترجمة نانسي قنقر